الإمارات وإثيوبيا علاقات استثنائية جمعت البلدين وترجمت في صورة تعاون ثنائي استمر على مدار عقود في الميادين كافة التفاصيل في سياق هذا التقرير في عرف العلاقات الدولية هناك علاقات استثنائية شكلتها خصائص بنية على متانة التواصل والتعاون في كافة الميادين العلاقات الإماراتية الإثيوبية هي واحدة من تلك الصور التي جسدها البلدين عبر عقود طويلة بدأت منذ عهد الوالد المؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ماليس زيناوي فالتاريخ علاقات دولة الإمارات مع إفريقيا بدأ منذ تأسيس الدولة عام 1971 وكانت أول دولة خليجية وثاني دولة عربية تنضم إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يتخذ أديسا بابا كعضو مراقب شكل عام 2004 نقطة الانطلاق للعلاقات المعاصرة بين البلدين من خلال تطوير العلاقات السياسية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء وفتح قنصرية إثيوبية في دبي كما تم التوصل إلى تفاهم لإنشاء علاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية وفي مجال التعاون الفني وتهيئة الظروف المناسبة لجذب المستثمرين من الجانبين وعكست زيارة دولة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 في أول جولة خالجية له بعد شهر واحد من توليه السلطة في بلاده عكست الأهمية التي توليها الحكومة الإثيوبية تجاه دفع تلك العلاقات إلى أفاق لا حدود لها وفي نفس العام قام صاحب السموه شيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله بأول زيارة لسموه لجمهورية إثيوبيا على رأس وفد عالي المستوى شكلت الزيارة نقلة نوعية كبيرة في العلاقة القائمة بين البلدين الصديقين وحققت نتائج هامة تتعلق بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات عدة وعلى صعيد ملف السلام والأمن الافريقي كان لدولة الإمارات دور أساسي في دعم حل النزاع الثنائي بين إثيوبيا وأريتيريا وإحلال السلام وإرساء الاستقرار في منطقة القرن الافريقي العلاقات الإماراتية الإثيوبية ما هي إلا انعكاس لعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة